جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسألكم شيخ صالح جزاكم الله خيرا عن أفضل طريقة لدراسة الأساني هذا كمان يحتاج إلى مدرس متخصص يتلقى عنه العلم وهو يرشدك إلى كبير دراسة الأساني أما أن الإنسان المبتلي يقتصر على المطالعة وقراءة الكتب فهذه طريقة غير محمودة وغير مرضية وربما تقول بصاحبها إلى ما لا تحمد عقمه لا بد من الارتباط لأهل العلم والتلقي عنهم